السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم في الموجهز الرياضي توجهت البطلة البحرينية سارة عتيق بثلاث ميدالات ذهبية في البطولة العربية لرفع الأدقال المقامة منافساتها بالعاصمة الأردنية عمان بعد أن قدمت مستوى لافت ومشر في أعكس مدى الاحتمام الذي تحظى به رياضة المرأة بمملكة البحرين بما احتلت سارة أيضا المركز الثالث في البطولة الأوفر أسيوية وتوجهت بثلاث ميداليات برونزية في البطولة التي تشارك فيها أكثر من أربعين دولة تتواصل فعاليات أولمبيات المحافظة الجنوبية الصيفية والتي تقام تحت رعاية محافظة المحافظة الجنوبية سعدت الشيخ عبدالله بن راشد الخليفة وتستمر حتى ثم من الشهر الجاري فبعد ختام منافسات اليوم الخامس لا يزال فريق القلع متصدر لجدول الميداليات برصيد 19 ميدالية ذهبية وكانت منافسات التايكواندو وكرة السلة قاد انطلقت يوم أمس حيث شهدت توزيع 12 ميدالية ذهبية أكمل فريق الرفاع المنتمي لدور الدرجة الأولى لكرة القدم تعاقداتهم مع المحترفين وذلك بعد ضمه البرازيلي سيلو أتكانتي ولم يعلن الرفاع عن قيمة الصفقة المالية التي أبرمها مع البرازيلي كما لم يعلن أيضا عن المدة التي سوف يقضيها مع الرفاع